لا زالت تحتفظ بأسرارها الغامضة والتي لم يستطع أحد حل لغزها حتى الآن عمقها وصل إلى 125 متران وما اكتشف في داخلها غريب للغاية إنها الحفرة الزرقاء أكبر ثقب أزرق وجد على سطح الأرض ما حقيقتها وأين توجد ولماذا حذر العلماء من التواجد بقربها والسؤال الأغرب لماذا تتسع يوما بعد يوم عام 1971 وضعت على الخريطة من دون أن يعلم أحد ما الذي يقبع فيها فهي حفرة غامضة عملاقة قام عالم المحيطات والبحار جاك كوستو باكتشافها وهي تكوينات جيولوجية عميقة تسمى أيضا بالكهوف العمودية الغريب أنها موجودة في مياه دولة بيلز في أمريكا الوسطى وتبعد حوالي 64 كم عن سواحلها لكن لا أحد يعرف تحديدا ما الذي يوجد في هذه الحفرة العملاقة الزرقاء حتى ملامحها وتضاريسها لا تزال غامضة إلى يومنا هذا حفيد جاك كوستو العالم الذي اكتشف هذه الحفرة الغريبة أعلن أنه سيواصل البحث عما بداخل هذه الحفرة ومعه بعثة من المستكشفين والعلماء والمصورين عمق هذه الحفرة يصل إلى حوالي 400 قدم تحت الماء وسيحاول إجراء مسح كامل لعمق الحفرة وكل ما يوجد بها لمعرفة ما الذي يوجد تحت هذه الحفرة العملاقة أرجع العلماء حقيقة هذه الحفرة التي كانت جزءا من كهف عملاق موجود على اليابسة لكنه تعرض للغرق بعد ارتفاع مستوى المحيطات الأمر الذي نتج عنه تلك الحفرة العملاقة الغامضة والمخيفة وتبدو من بعيد باللون الأزرق من أثر مياه المحيط في بعثة استكشافية أخيرة حاولت أن تعرف ما الذي يوجد في قاع هذه الحفرة الزرقاء أجرت الغواصة البحرية مسحا ضوئيا تحت الماء بتقنية السونار واكتشفت أن عمق الحفرة وصل إلى 125 مترا وعرضها وصل إلى 300 متر وهو رقم كبير نسبيا طبعا هذا دليل على أن هذه الحفرة تتسع عن المرة التي اكتشفوها فيها في سبعينيات القرن الماضي استمرت البعثة حوالي ثلاثة أسابيع وسمحت بالتقاط بعض الصور الجيولوجية والجغرافية حتى يتم الاحتفاظ بها وتوثيقها ومحاولة معرفة ما الذي يوجد في هذه الحفرة وكشفت عن وجود تشكيلات معدنية نادرة بالقرب من قاع الحفرة ليست تلك الحفرة الزرقاء هي الأولى من نوعها فاكتشفت أيضا حفرة كامبرلي في جنوب إفريقيا ووصل عمقها إلى 1097 مترا وهو عمق رهيب للغاية وكان بها أطنان من الألماس تم استخراجها قبل أن تردم هذه الحفرة وتغطى تماما وتغلق تماما عام 1914 لتعتبر واحدة من أغرب الحفر الزرقاء التي وجدت في العالم وما زال العلماء في انتظار البعثة الجديدة التي ستحاول اكتشاف المزيد عن هذا الثقب الأزرق الغريب وتحاول أن تعرف كيف يتسع يوما بعد يوم ويصل إلى كل هذا العمق وهل ستكون خطرا على كوكب الأرض؟